اكدت سعادة الدكتورة مريم عذب الجلاهم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهم والخدمات الصحية استكمال التحول الالكتروني بكافة جراءات تراخيص المؤسسات الصحية وذلك تماشيا مع رؤية حكومة مملكة البحرين في التحول الالكتروني هذا وتم الانتهاء من تطبيق نظام تنظيم المنشآت الصحية منشآت الذي يعتبر منصة الالكترونية تتيح لكافة المؤسسات الصحية تسجيل حساب خاص بها يحتوي على كافة المعلومات والخدمات المهمة منصة الالكترونية حديثة تتيح لكافة المؤسسات الصحية امكانية الحصول على الوثائق المطلوبة الالكترونيا لتختصر الوقت والجهد منصة منشآت جاءت بعد ان حولت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كافة ملفاتها ومستنداتها الورقية الى الالكترونية باطار تعزيز التحول الالكتروني لتقدم الخدمات المطلوبة بسهولة ويوسر هذا التحول الرقمي عزز من جهود الهيئة من خلال تقديم خدمات الالكترونية تنظيمية صحية شاملة باستخدام احدث خدمات الحوسبة السحابية حيث تم تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج بنجاح وتألفت من خمسة انظمة متكاملة مع عدد من الكيانات العامة والخاصة وتشمل نظام تنظيم المهن الطبية مهن ونظام منشآت لترخيص وتنظيم المؤسسات الصحية ونظام المحاسبة وتطبيق تفتيش المنشآت وتطبيق الهواتف الذكية للمهنيين كما دشنت الهيئة ايضا التطبيق الهاتفية الاول من نوعه تفتيش والذي يختص بالمفتشين الصحيين في الهيئة ويقوم هذا التطبيق اليا بتحويل الملاحظات الى تقرير شامل يرسل للمؤسسات لمراجعته والتحقق منه ومن ثم ينشر على نظام منشآت لتكون حلقة اتصال الالكترونية تفعولية تغطي جميع جوانبها الخدمتية تغطي جميع 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 ج